كشف رسم توضحي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن توقع وكلة فيتش سوليوشنز أن يشهد عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر انخفاضا إلى نحو 3.5% في العام المالي المقبل مقارنة بنحو 4.6% في العام المالي الماضي وأوضح الرسم توضحي لمركز المعلومات أن القطاع المصرفي المصري انخفضت التزاماته من النقد الأجنبي إلى 17% في نهاية شهر يناير الماضي من نحو 31% في نهاية شهر يونيو 2021 مما أدى إلى تعزيز هذا القطاع